اشتركوا في القناة نبدأ بسم الله نبدأ برسم المية نحط اللون الازرق ومعاه اللون اللبني زي ما عملنا في الجزء اللي فيه مية فوق هنشتغل في الجزء برضو الجزئية الكبيرة اللي تحت ديت بالفرشة معايا علبتين علبة فيها ازرق وعلبة فيها لون لبني وابدأ يا جماعة ضربات المية عشان أبين فيها ان هي فيها امواج خفيفة ما اشتغل الاول النون الازرق في الاماكن الغمئة او تحت الجزيرة مثلا اللي في النص ديت وهبدأ اوزع اللون اللبني بتاعي بص يا جماعة ضربتين دول ضربتين اغضر او ضربتين باللون الاصفر عشان ابدأ ظل للنجلة اللي فوق في المية كأنه لها ظل تحت زي ما انا معمل كده هرمي اغضر تحت وانا بسيح المية برمي لون اصفر لو رميت اصفر هيديك برضو اللون الاخضر مع المية لازما المية يبقى فيها انعكاس للنجلة اللي فوق علشان اقدر اوضح للشخص ان فعلا في ضل اللي اللون الاخضر في المية وابدأ اشتغل كل تسيح بعمله في المية لازم نعمله بالعرض ما ينفحش ان انا اشتغل بالطول زي ما انا اشتغل كده بالظبط بفرد مساحة كبيرة بفردها بالعرض ولو فردت مساحة بالطول بخليها عادية خالص اسياحة وبعد كده برجع مساحة بالعرض تمام نجده برمي اللون اللبني معلش يا جماعة الفيديو ده والطول جدا فعشان كده اسمته على اربع فيديوهات نشرنا منه اتنين وده الفيديو التالت ممكن نرمز ان تزرق وابدأ اسياحة مع اللون اللبني زي ما انتم شايفين كده بالظبط وابقفل على الجزئية لتحت بتاعت الوزرة بتاعت السيراميك بخلي المنظر بتاعي يقفل معاك جمع من فوقه من تحت من كل الاتجاهات رغم ان كده كده هيجي روكنا او هيجي مثلا انتريه هيخبي المكان دوت من تحت ولكن اذا اضطرت الظروف والزبون هشيل الحاجة ديت من مكانها يبقى المنظر بتاعك كامل ومفقوش اي ناص اه باشتغل بسياح اللون اللبني مع اللون الازرق وادى ضربات باللون الازرق في اللون اللبني وابدأ اسياحها مع بعضيها عشان تدي كأن في موجة او في عالي وواطي في الماء باشتغل يا جماعة زي ما انتم شايفين كده ما خليش اللون مركز اه بابدأ مساء من العليمين على مسافة متر تقريبا على قدم ايدك تقدر تسيح الجزئية اكبر جزئية مثلا متر متر ونص متر وعشرين على قدم ايدك تقدر تشتغل اشتغل وابدأ امس عادي وبالمناسبة لما تجي تشتغل فوق مش هيحصل لحام لان انت شغل بنفس الالوان وابدأ امس اذا ما احنا شايفين كده يا جماعة ما خليش اللون مركز امسها خليها طبقة واحدة ولكن فيها تدريج لون المنطقة دي يا جماعة هدي ازرق تحت تمام بصنا غمأت في المنطقة دي اي تسيح واي شغل بشتغله احاول ان انا احاول ادمج الالوان مع بعض ديها يعني انا مثلا لو بعمل ظل عفوا يا جماعة في الوقت دوت حد فصل الفيديو وانا ما خدتش بالي بدي ظل لللون الاحمر للشجرة في المي انعكاس ليها وانعكاس الجزيرة موجود برضو في المي رغم ان احنا لسنا عمناش الجزيرة بنفس الطريقة اللي احنا سياحنا بها اللون الاخضر تمام حاليش ده خطأ ما اخدتش بالي حد لعب في الفيديو الظل بتاع النجيلة موجود والظل بتاع اللون الاحمر موجود هنا وابدأ اسياحه برضو بحط زي ما حطينا سنة الاخضر بحط سنة احمر وابدأ اسياحها مع الارضية بحس تدي نعكاس معايا في الارضية ان انا عملت ضل الشجرة الحمرة دي في الماء وابدأ برضو حرص جنب الشمال واشتغل مصر يا جماعة أنا بدهن البلاستيك بتاعي خام على فكرة اللون لبني خام ما بحطش على ماء كتير ولا حاجة ممكن احطي حاجات بسيطة جدا ممكن نص كوبية شاي صغيرة حاجة بسيطة جدا بحيس ان اتحرك معايا اللون بس مش اكتر وفي نفس الوقت ما تعملش معايا كتلة من اللون انا كده بدي تتشاط باللون الازرق وحاول ادمجها مع جزء اللي انا عملته في المص رغم كده كده ان المنطقة دي مش هتبان زي ما قلنا هيجي عليها مثلا انترئة وركنة ولكن اهتم بتفاصيلك وحاول تدمج الالوان مع بعضيها وربنا يوفقك ان شاء الله طيب احنا كده بنسحب اللون اللبني بقفل وخلينا فاكرين ان الارضية بتاعتنا لبني نص لمعة الارضية بتاعتنا يا جماعة لبن نص لمعة لازم ان تبقى نص لمعة علشان اقدر اسيح الالوان فيها بسهولة لانك لو انت عطيت مط اللون هنشف معك بسرعة حتى تلحق تسيح اللون هيعمل معك لحمات منطقة الصخور دي ممكن ان تضربات باللون البني وابدأ اسياحة مع المية بحيث ان اعكاس برضو للصخور حاجة خفيفة كده تبني ان الصخور ضل بتاعها في المية ممكن اتقلها شوية برضو لو حاسات ان البني اندمج مع الارضية اكتر هحاول اجيب شوية بن تاني وتقل المسافة دي شوية او الكزئية دي شوية وان شاء الله في دروس متقدمة عن كده ان شاء الله هنبين تفاصيل التفاصيل في المنطقة دي او في منطقة ازاي يرمي ظل للحاجة في المية في فرق يا جماعة بين الظل وفي فرق او الانعكاس نفسه وفي فرق بين الظل والنور يعني مثلا لو قلنا ان اتجاهد الشمس جاي على الصخور فعمل فيها اماكن بيضة واماكن غمقة عشان نظهر ان في لها ساعات ضق عليها دي ملهاش علاقة بالانعكاس بتاعك في المية الانعكاس بتاعك في المية ده حاجة تاني ان انا بكرر يعتبر بكرر الصخور دي تاني في المية بشكل اوضح من كده ولكن في المنظر دوت احنا هنرسم بالطريقة دي ولكن في دروس تاني ان شاء الله هنوضح ازاي نعمل ظل في المية للحاجة اللي موجودة دي بالزبط يكون زيها بالزبط الفرشة بعد ما عملت بها بني ما اشتغلش بها في المنطقة دي هحاول اخسلها عشان اعمل ادماج ما بيني اللونية عشان لو عملت بني هنا هيظهر معايا الحام في اللون اللبني واللون اللي هو جنب اللحمر على طول برمي لون لبني زي ما ان شايفين كده كتل كتل وبعد كده بابدأ اوزعها برضو بقفل على الصراميك من تحت وابدأ اوزع درجات اللون اللي انا حطتها واشتغل بالفرشة اوزع الاول اللون في المساحة كلها وبعد كده ابدأ اسيح الالوان مع بعضيها واللي ما خدش لون بديه لون واللي حسيت انه هو خفيف شوية او فاتح شوية بزود له سنة لون لبني عشان يتماشى مع الارضي دلوقتي احنا نفضل لنا حاجات بسيطة ونقفل الجزء اللي هو فيه المية وان شاء الله باذن الله برضو الفيدروس تانية هنعمل فيها المية بلون ابيض او بلون ازرق غامق او بلون اخضر المية بتتشكل على حسب الحاجة اللي فوقيها او لون السمن اللي فوقيها او درجتها من المنظر نفسه او من المكان نفسه يعني انا مثلا ما غمق تحت الشلال المنطقة دي فيها ضل فيه ضل دقرامي على المنطقة دي المنطقة دي بص يا جماعة هزود ازرق هنا عشان ما عملش معايا الحام مع النجيلة وسنة اسود عشان ابدو عمق في الجزيرة اللي احنا شابينها دي هتل الشجر واقف عليها بعدين سنة اصفر وابدأ ادمج الالوان مع بعضيها برضو بصو كده يا جماعة كده ظهر لنا النجيلة بعد ما عملناها هرمي اصفر ثاني بعد ما عملنا النجيلة هنلاحظ ان نضل النجيلة موجود في المية رغم ان احنا عملناها قبل كده والله احمر موجود والنجيلة موجودة كأن لها ضل في المية والمية دي برضو يا جماعة هتاخد تطشاط باللون الابيض في وقت التشطيل عشان تبين ان فيها حركة موج خفيفة كده كده جزئية المية شبه اتغطت والمنظر بتاعنا تقريبا كله اتغطة ما عادة جزئية في اليمين خالص مسلس ابيض كده هنعمله معنا برضو ولكن انا ما طلطوش من تحت هنجيبه على السلم هبدأ اجيب اللون الاسود والفرشة بتاعت الاستنسل بص يا جماعة بيطلع فروع للشجر باللون الاسود في منطقة الشجرة ديت وعمل جزوع للشجر باستخبية شوية او بتبقى تخينة من تحت ورفيعة من فوق طبعا على الوضع الطبيعي بتاع الشجرة اي شجرة يا جماعة هنلاحظ انها تخينة من تحت ورفيعة من فوق على اساس تبقى اه ليها مزية السبات في الارض بعد ما عملنا الفروع بتاعتنا اللي هي باللون الاسود اسود بس يا جماعة على فكرة في ناس بتسألني بتقول لي الاسود ما بيغطش على اللون هقول له يا جماعة انا بحط كمية ابيض قليلة وكمية سود كتيرة يعني احط العلبة سليمة انا كده هدى ضربات باللون الاحمر تمام على الفروع دي عشان اوضح ان ده جزئية او كتلة شجر على الجزيرة ديت هدى ضربات باللون الاحمر زي ما انتوا شايفين داخل الاطار اللي انا عامله ما مطلحش براه لان لسه المفروض ان انا هشطى بالشلال الاول هعمل الشلال الاول على اساس ان الشلال ده ورا وبعدين الشجر يبقى على الاطراف فبدل ضربات كده واسيفها شوية تتهوى بعدين هارجع للشجر دي تاني هنعمل الشلال الاول علشان لما نعمل الشجرة تبقى الشجرة قدام الشلال ما فيش اي ايه اي لغبطة في الاتنية هجيب اللون الابية ده يا جماعة والفرشة بتاعتي فرشة عادية خالص ما فياش اي مشكلة ولكن هي عدلة من قدام بص يا جماعة بجيب نفس العوجة البسيطة دي بمشي الفرشة شمال شوية وانزل واننازل باخطف ايدي على ما فيش قبل ما اوصل لنهاية المياه بتقل هنا بنفس الحركة وانزل بنفس الخطوط دي بص يا جماعة شعر الفرشة بيشتغل معايا بحاول اخف ايدي وطلعها لبرة خالص بحيث ان اتنزل على ما فيش يبقى يباني ان اندفاع المياه من فوق عامل رغاوي فانبينة معانا اللون الابيض وتنتهى على ما فيش لنهاية المياه اللي هيظهر بعدها الترتاشها بتاعت المياه باخد الفرشة من فوق اسحبها على الشمال وانزل على ما فيش وطبعا كل مرة بحط اللون الابيض في طرف الفرشة بس في طرف الفرشة بس يدوبك اغمسها حوالي نص صمتي تقريبا نص صمتي حاجة بساطة جدا وابدأ احط الشلال بتاعي والطريقة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده عشان اوضح ان ده شكل شلال تمام كده لسه في منطقة هتتعمل المنطقة دي دي هسروا شوية ابيض الجزئية التانية اللي احنا قلنا عليها يا جماعة لازم نشطبها الاول علشان ما ينفحش الشلال يبقى فوق الشجرة اللي قدامها لازم نلاحظ الترتيبات في رسم المنظر ده لون ابيض خام ما بطفش عليه اي مية ولا اي حاجة بشتغل بي زي ما هو تقريبا صمتي في الفرشة بس اللي شغال او نص صمتي وببدأ اسحب يكون اللبني او اللازرق الخلفية اللي انا عملتها دي معمولة من بدري فانشفت فلما بسيح عليها درجة زي كده بيبان ان فيها عبق الازرق بيبان منه حاجات والاسود بيبان منه حاجات فبيظهر معايا انحضار الشلال نفسه وشكله الفرشة اللي معايا شبه مبططة هي اسمها الفنار فرشة الفنار شعر بتاعها لونه ابيض واحنا قلنا جبنا درسة على كده على الفرش هنجيب شعق فرشة بيكون الشعر بتاعها منكوش شوية تمام وابدأ ادي ضربات نقش كده كأنها تأثير حركة الميا او اندفاعها في المي او الشلال نفسه مع استضام الميا بالجزء اللي تحت بالبحر اللي تحت ابدأ ادي ضربات بالفرشة زي ما احنا شايفين كده بصوا يا جماعة بعد ان بده ضربات هسيح الجزئية اللي تحت دي اخلي فيها بياض برضو بس على خفيف تمام وابدأ ادي تسيحات بنفس الفرشة اللي نشغل بها دي وابدأ اعمل خطوط بيها شايفين يا جماعة بمشي انا محطتش بوهية تاني هي الفرشة فيها ولكن مع الاحتكاك في الميا اعمل احتكاك بيها في الميا او في اللون اللي موجود عندي بيبدأ اعمل ضربات ما هياش عادلة جنب بعضيها ضربات كده تبين ان فيه لساعات الضوء على الميا او موج مثلا حالي وواطي بيبين معا ان فيه امواج عالية وواطية زي ما احنا شايفين باخد شوية يا جماعة على طرف الفرشة بس شوية كده على طرف الفرشة فقط لغير وبحاول اعمل بيها ضربات على جزء الجزيرة من تحت واد ضربات موس يا جماعة المنطقة اللي فيها احمر او فيها اخضر هي المنطقة كلها بتاخد ضربات زي ما انت شايفين كده من نفس الطريقة دي وما خليش الفرشة بتاعتي تجي بطريقة مثلا بزاوية لان كده هيعكس معايا شكل خالص مش شكل موجة خالص لازم ان الدربات كلها تبقى شمال يمين شمال يمين كده بطريقة عدلة علشان اقدر ادي امواك خفيفة في الماء برضو بنعمل نفس النظام في الشلال من الجزئية التانية تمام وابدأ ادي نفس الضربات نفس الضربات وحاول ان انا ادي نفس الضربات على نفس المستوى بص يا جماعة لساعات ما مش كلها ادي بعضيها او مش كلها زي بعضيها ضربات صغيرة وضربات كبيرة وضربات تقيلة وضربات خفيفة زي ما الفرشة هديد معك بص يا جماعة انا باخد على نص الفرشة من فوق يعني باخد حاجات كده على شعر الفرشة من فوق واسيب البطنية من تحت ما فيهاش حاجة او اتجاه الفرشة من تحت ما فيهاش حاجة انا كل اللي بعمله باخد شوية ابيض على سن الفرشة وابدأ ادي نفس الضربات دي حتى لو ضربات جات فوق بعضيها مفيش مشكلة بصوا كده يا جماعة يباني ان فيه امواج وفي نفس الوقت فيه انعكاس للون الشجر او او سخور في المي نبدأ ادي انا ربط على طرف الشلال وما بعلاش كتير يعني مطيقة بسيطة جدا اللي انا بعل بيها عشان ما اصرش على شكل الشلال حركة الشلال تباني ان هي مستمرة ومندفع من فوق وعملة اه تأثير اللي هو زبد البحر اللي بقولوا عليه او اه رغاوي او ان دفاعات معاينة للمية في المكان ابدأ ادي ضربات بقى باللون الاحمر بصوا يا جماعة لما ادي ضربات فوق الشلال تباني ان هي وقعية وطبيعية مش مش المفروض ان الشجر ورا الشلال لا الشجر قدام الشلال من هنا ابدأت ضربات باللون الاصفر مش كل الفروع بتبضل زي ما هي باينة يا جماعة ممكن اخفيها بضربات نفس ضربات دي بسن الفرشة بس يا جماعة ضربات بسن الفرشة مش اكتر تمام بيبين معايا الارضية لتحت وفي نفس الوقت يبين معايا اللون الاحمر واللون اللي موجوده قدامنا دوت الاحمر والاصفر مع ضربات برضو باللون الابيض فيه الجزئية ديت على فكرة كده ممكن منكونش باينة في التصوير ولكن هي باينة بالنسبة لي الفروع السودة باينة قدامي وباينة ان فيه ارضية ورا الشجر دوت هالضربات مع بعضيها بالشكل ده كده جزئية الشجرة اللي قدام ديت اه خلصت او مجموعة الشجرة اللي قدام ديت خلصت هنبدأ نشوف اه حاجة تانية نعملها لون ازرق ولون اخضر بص يا جماعة باخدوا لون الاخضر على ايه على جزء الفرشة جزء من الفرشة من الوش بس وبتقدي بقى ضربات تانية على منطقة الشلال تمام؟ اوضح اه شكل النجيل فيها ولو فيه اه جزء من الشلال جه على الجزء من الشلال لو جه على النجيلة اقدر اعدله بالضربات الصفرة اللي انا بحطها دي واحاول اعدل ضربات الصفرة شوية بحس تبان معايا ان فعلا فيه اه اضواء او انارة على النجيلة وتبان تفاصيل وانحضار النجيلة واتجاه برضو بدل نفس اللون الاصفر من فوق ضربات بص يا جماعة ضربات وقفة ضربات وقفة ومتوزعة تعالا نشوف النجيلة دي التانية او نعمل الشجر اللي فوق الاول ضربات باللون الاخضر اللون الاخضر مع الاصفر وصل مع النجيلة زي ما عملناها قبل كده في فيديو هنعملها بنفس الطريقة الجزئية دي احاول وانا بشتغل ان انا خلي اتجاهات الضربات بتاعتي تبقى عاملة معايا شكل كيرف او كوس تقوص لتحت حيس انها تكون نازلة على منطقة الصخور وده هيدي احاق ان المنطقة اللي فوق خضرة ومنطقة الصخور نشفة فالزرع مش طالع فيها غير في اماكن معينة او الزرع نازل ومتدل عليها على منطقة الصخور من فوق هبدأ ادي نفس الدربات كده باللون اصفر بدي الاصفر يا جماعة هنلاحظ الاصفر على على الفرشة نفسها على مص الفرشة من فوق بس ما هواش مش عاطي مش غامس الفرشة في العلبة زي ما هي بنيم الفرشة على الجنب بنيمها خلص على الجنب كده بحيس ان انا كن شايف الفرشة بالعرض وهم اخد اللون الاصفر وابدأ اخلي اللون الاصفر فوق وابدأ ادي ضربات زي ما احنا شايفين كده فابتدي معاني تأثير النجيلة بالشكل ده وممكن ادي لون ابيض مع النجيلة مع الاصفر ضربات خفيفة باللون الاصفر مع الاخضر ما بين الصخور فيبان ان فيه كتلة زرع ما بين الصخور طلع ما بين الصخور او اي شجارات صغيرة كده ده اللون الاحمر في مكان الشجر اللي هنا مع اللون الابيض والاصفر وابدأ ادي الاراضات التوضحية تمام تعا نشوف الجزيرة دي يا جماعة هاخد التقوص بتاعها اا من الشمال في اتجاه ومن اليمين في اتجاه تاني لاحظوا كده انا بنزل تقوص نفس التقوص اللي هي الميل الماشي دي انا اشتغل هنا برضو بدل ضربات 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 وانا ماشي كده بحاول اخليها مترصة وربع ضيها في المنطقة دي بص يا جماعة يبان كان الاعشاب نزل على المية بنفس طريق طريق حسنا حسنا